السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة معكم أحمد حسن لو لسه أول مرة تابعنا انزل عمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل وما تنساش شوف فيديوهاتنا اللي فاتت حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا هنتكلم عن كود عطل متكرر في سيارات كتير وناس كتير ما بيقدرش ان هو يوصل للمشكلة بطريقة سهلة هنتكلم النهاردة عن كود أعطال بي زيرو زيرو سبعتاشر الكود المتكرر جدا واللي ليه أكتر من طريقة لحل المشكلة دي وفيه جزء في آخر الحلقة عملي تابع الحلقة للنهاية وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في التعليقات ولو عندك أي استفسار قل لنا عليه وإن شاء الله هارد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ حلقتنا لحل مشكلة كود بي زيرو زيرو سبعتاشر كرانك شفت بوزيشن كام شفت بوزيشن بانك وان سينسور بي الكود ده متكرر جدا وناس كتير بيتوهوا أو ما بيعرفوش يحلوا المشكلة بتاعته أول حاجة هنغير الزيت والفلتر للمكينة تاني حاجة هنبتدي ان احنا نشوف حساس الفي بي تي اللي راكب على الكامة اللي اللي عليها هبتدي ان انا انضافه كويس جدا جدا علشان ابتدي اركبه تاني وطبعا قبل ما اركبه لازم افحصه كويس طبعا اتأكد من الكهرباء والارضي اللي رايحين لفيشة الحساس وبعد كده افحص المقاومة بتاعت الحساس المفروض من سبعة وتسعة من عشر تعالوا نشوف دلوقتي ممكن تكون المشكلة برضو في حساس الكرانكشوفت والكامشوفت طبعا طريقة اختبارهم والمقاومة بتاعتهم ده في المانوال سيرفيس واذا عملنا حلقة مخصوصة ازاي نقدر نفحصهم اللينك بتاعها في وصف الفيديو نفس الفكرة تعالوا بقى نشوف طبعا المشكلة دي جاتلي في عربية فورد اكسيبيديشن فيها تقريبا كل حاجة احنا اتكلمنا عنها طبعا زي ما انا شايف يكاد يكون الزيت بقى شحم نتيجة التأخير في غيار الزيت طبعا اتنين حساس الفي فيتي بتاع بانك وان وبانك تو اللي اتنين هيتغيروا زي ما انا شايف شكل الحساس وطبعا الترس كمان بنسبة كبيرة هيتغير طبعا الحساس هنشوفه دلوقتي اصلا مكسور يعني هنجي دلوقتي نحركه هنلاقيه اصلا مكسور من بعضه طبعا زيت وفلتر وهنغير الاتنين حساس وهنغير كمان الاتنين ترس الكامة في السيارة دي طبعا الحالة سيئة جدا فالكود ده تقريبا السيارة دي جمعتلي كل الحلول اللي احنا المفروض نعملها في السيارة دي نتيجة التأخير فيه غيار الزيت وبأكد ان فيه مصفة طبعا تحت حساس الفي فيتي لازم افكها وانضبها كويس ترجمة نانسي قنقر